وجبات نباتية للأطفال شربة القرع بالكريمة تعد شربة القرع بالكريمة خياراً رائعاً ومغذياً للأطفال فهي تجمع بين المذاق اللذيذ والفوائد الصحية إليك وصفة بسيطة لتحضيرها المكونات 500 جرام قرع عسل مقشر ومقطع مكعبات 1 حبة بصل صغيرة مفرومة 2 فصوص ثوم مفرومة 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون ثلاث أكواب مرق خضار نصف كوبة كريمة نباتية أو حليب جوز الهند لتقليل الدسم رشة صغيرة من جوزة الطيب ملح وفلفل حسب الرغبة طريقة التحضير تجهيز القرع والبصل سخني زيت زيتون في قدر كبير على نار متوسطة أضيف البصل والثوم وقلبيهما حتى يصبح طريين وذهبيين إضافة القرع أضيف مكعبات القرع إلى القدر وقلبي لمدة خمس دقائق حتى يتشرب النكهات إضافة المرق والتواب لأسكب مرق الخضار فوق المزيد ثم أضيف الملح، الفلفل، وجوزة الطيب أتركيه يغلي، ثم خفف الحرارة وتركيه يطهى لمدة عشرون دقيقة أو حتى يصبح القرع طرياً خلط المكونات باستخدام خلاط يدوي أو خلاط عادي أمزج المكونات حتى تصبح ناعمة تماماً إضافة الكريمة أعيد الشربة إلى القدر على نار هادئة ثم أضيف الكريمة النباتية وحركي جيداً التقديم أسكب الشربة في أوعية التقديم وزينيها بالقليل من بذور القرع المحمصة اختياري فوائد شربة القرع للأطفال غنية بالفيتامينات مثل فيتامين إيه المهم للنظر والنمو سهلة الهضم مثالية للأطفال الصغار مذاقها حلو طبيعياً مما يجعلها محببة للأطفال جربي هذه الوصفة وامنحي أطفالك وجبة دافئة وصحية اشتركوا في القناة